في اليوم العالمي للمرأة تأتي الذكرى هذا العام والمرأة اليمنية تعيش ثالث القهر قهر الحرب وقهر الفقد وقهر الفقر ويوميات الحياة التي لم تعد حياة اعتيادية طبيعية لكن اليوميات التي أصبحت أشبه بالأشغال الشاقة للمرأة منذ الانقلاب والاجتياح باتت المرأة اليمنية هدفا للحرب خصوصا في الأحياء المدنية التي تتعرض للقتل اليومي بفعل قذائف وقناصة وألغام ميليشيا الحوثي أو بفعل ضربات مقاتلات التحالف التي تستهدف هي الأخرى المرأة اليمنية من خلال استهداف تجمعات المدنية بحسب متابعين ليوم المرأة وقع خاص بالنسبة لليمنيين بفعل الإرث الثقيل إزاء المرأة إرث يحجب عن المرأة أنوار الإنسانية ونفس الحياة إرث يكبل المرأة عقلا وسلوكا يسلبها فعاليتها في الحياة ويختصر مشوارها الزمنية في الحياة كربة بيت ومخزن للدموع في كل ذكرى للمرأة تبرز للواجهة مفاهيم من بينها تمكين المرأة في المجتمع اليمني المحكوم بالإيدلوجية الذكورية والمعتقد الفكري المنغرس ضد المرأة في البنية الذهنية للمجتمع معززان الأمر في الثقافة الشعبية التي يتم قولبتها بغطاء ديني ويقينيات اجتماعية ضد تمكين المرأة في اليمن ارتبط الحضور العام للمرأة بالثورات كان لثورة أكتوبر وسبتمبر الفضل الكبير في كسر الحصار التاريخي على المرأة في اليمن فقد أخذت بيدها نحو الحياة وألحقتها بالتعليم المدرسي والجامعي كخط سير للنجاح ومن ثم أفسح لها المجال في العمل الإداري في مختلف القطاعات جاءت ثورة فبراير لتحضر المرأة بشكل واسع ليس كمشارك في الثورة بل كقائد محرك وفاعل تكرس المفهوم المدني للثورة وكانت مخرجات الحوار التي منحت المرأة حضوراً أساسياً وتشريعات مهمة فوز امرأة يمنية بجائزة نوبل للسلام لم يخص الفوز هذا توكل كرمان وحدها بل المرأة اليمنية واليمن بأكمله ولم تتوقف مسيرة نجاح المرأة اليمنية عند هذا الحد فكان لها الدور الأكثر شجاعة ووعياً في ثورة فبراير العظيمة قبل أن يأتي الإنقلاب لينسف كل تراكمات المرأة اليمنية ترجمة نانسي قنقر